في ذهب إيبالاب إيبالاب يمشي الآن لتنفيذ الركل الأولى ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس يضع الكرة في المرمى الله كرة في مجرى واخد على الحارس بطريقة بارعة لعب الكرة في الاتجال الكرة في المرمى النتيجة واحد واحد بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل واحد واحد الله ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب كرة ملعوبة في الجانب الأيصر من المرمى بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى ثالث منفذي الركلات الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة ثم مع الثالث الآن يلعبها في الجانب العيسر كرة التعادل الآن نتيجة ثلاثة ثلاثة ضربة مذهلة رابع لاعب ينفذ الركلة أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر روعة في التنفيذ حارس في جهب الكرة في الجيال أخرى ارتمل حارس في الاتجاه المعاكس يا لعيب لمسة كانت رائعة الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى برنسا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه وهدف ويقفز الجمهور من الفرح اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات الله على النقطة على تعلق حارس المرمى ألال الدور على اللاعب السادس كرة لا تمر وقت اللاعب السابع وكرة في القائم لعبة جميلة لكنه لم يكن محبوظ ضربة ضائعة ومع اللاعب السابع كرة رائعة حمل على عتكه مهمة كبيرة وكان في المعاد ثامر ركلة ثامر لاعب ينجح في أن يخذع الحارس يسجل هدف برنسا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين ارتمى الحارس في الاتجال معاكس يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوية الحارس في الأخرى برنسا هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة تقدم وسددها بكل فقة هذه ركلة جزائية مذهلة الحارس وقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى برنسا هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونسجل ويستمر فريقا في القتال في المحافظة على أماله نصل لآخر لاعب المسدد الحادي عشر تصدي رائع حارس في منتع التركيز يمكنها ببرعب يا سلام ينجح في إنقاذ فريقا هذه كرة الأطمانان يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية يبدو الله ينجح في تزيل بسهولة كبيرة رانسا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة يتصدق حارس المرمى للركلة تركيز رائع من حارس المرمى تصدي مذهش كرة رائعة حمل على عاتفه مهمة كبيرة وكان في المعاد أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر الله كرة في منتع الروع خدع الحارس بطريقة بارعة لعب الكرة في الاتجاه الآخر فرنسا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء يا لعيب لم سكنت رائع الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة وهدف ويقفز الجمهور من الفرح توفع صحيح من الحارس كان بالإمكان أفضل من مكان فرنسا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه فرنسا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق الأرجنتين فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية جاء إلى ركلات الترجيح أقويروب يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الراكلة الأولى هل يحصل على الأسبقية؟ أقويروب سيكون أول لاعب ينفذ الراكلة الأولى يلعبها لكن تعود من القائم لعبة جميلة لكنه لم يكن محبوظ ضربة ضائعة يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوية الحارس في الأخرى يتقدم اللعب الثاني في الترتيب الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة ثاني لاعب يسدد يلعبها لكنها ضاعت ثم مع الثالث الآن روعة في التنفيذ حارس في جهب الكرة في الجهة الأخرى ثالث ملفذي الركلات ضربة مذهلة يتقدم رائع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر كرة التعادل نتيجة ثلاثة ثلاثة يتصدى له الحادس تركيز رائع من حارس المرمى تصدي مدهش بعض المدربين يضعهم لاعب في الركل الخامسة لاعب الخامس يسلام ينجح في انقاذ فريقة هذه كرة الأطمئنان الآن الدور على لاعب السادس ينجح في أن يخدع حارس يسجل هدف بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى برانسا هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاء هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة ومع اللعب السابع يلعبها في الجانب الأيمن يا لها من ثقة يا لها من أمكاريات كرة في المرمى ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة ركلات الترجيح أمر مهم جدا أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا علي أمكاريات